السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستعينه لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم وفقنا لصيام ما تبقى من رمضان إيمانا واحتسابا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا من النار برحمتك أرحم الراحمين ثم أما بعد فلازلنا مع موضع الصيام والصيام أيها الإخوة والأخوات هو عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات هذا الصيام هو دأب الصالحين وشعار المتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الصيام أيها الإخوة والأخوات يزكي النفس ويهذب الخلق الصيام هو بمثابة مدرسة التقوى ودار الهدى من دخله بنية صادقة واتباع صحيح فإنه يخرج منه بشهادة الاستقامة وكان من الناجين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك ونجنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى لم يحرم المسلمين من فضل الصيام في غير شهر رمضان وذلك لأن الصيام به من الفضل العظيم الكثير فلذلك يستحب للمسلم أن يصوم تطوعا لله تبارك وتعالى أن يصوم باختياره هو فيعجر على أداء هذه العبادة ولا يؤثم على تركها لكن بشرط أن يكون هذا الصيام التطوع أن لا يصوم الإنسان المسلم في الأيام التي ثبت تحريم صيامها من الأحاديث أيها الإخوة والأخوات التي تبين فضل صيام التطوع أو ما يسمى بصيام النفل حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الحديث رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الحديث متفق عليه فيبشراكم أيها الصائبون بذلك ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يستكثر من تلك الوقاية أن يكثر من الصيام من صيام النفل فالبعض من الناس مع الأسف لا يعرف الصيام إلا في رمضان لا يعرف الصيام إلا في رمضان فهين هؤلاء الناس من هذا الحديث ومن أمثال هذا الحديث العظيم الذي يبين بأن الله عز وجل يبعد من صام يوما في سبيله يبعد وجهه عن النار سبعين خريفة وهذا الصيام وأنتم ترون اليوم كيف أن الوقت يمر بسرعة هذا الصيام لا يحتاج إلا سويعات معدودات خاصة في فصل الشتاء عندما يكون النهار قصيرا فما أحران أيها الإخوة الكرام بالإستيكثار من ذلك لي القرب من الله سبحانه وتعالى وليوقاياتي أنفسنا من عذاب الله سبحانه وتعالى مي تخيش خير مي تخيش خير خيري سور ونسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانه وتعالى وبركاته ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته سبحانه وتعالى وبركاته سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته سبحانه وتعالى وبركاته سبحانه وتعالى وبركاته سبحانه وتعالى وبركاته إذا كان يكون أنا أكيد الاختارة التي قسمه العديد من المسلمين. مالحقق ، كما أرى ، الكثير من المسلمين ، يدفع الغورة السيام التي لا يمكنها النظر أحضر الغورة الغورة المسلمين. إلا أنت لا أبداً ، لا يتفعيه هذه الأدراء. إلا أنه ، ترين بواسر ، الآن ، نحن نحن نواتيه في رمضان ، الله أن يدفعنانا عادة يبدو الأمر في الأولى ويبدو الأمر في الأمر في الأمر الذين يدفعوني لذلك المسلمين يدفعون هذه المسلمين لتقصر الله سبحانه وتعالى مع هذه المسلمين التي يريد أن تقصر الله أعلاحكم ورن أخوات ورغبت الله صلى الله عليه وسلم في صيام بعض الأيام التي سنذكرها اليوم أولا صيام ستة من شهر شوال شوال هو هذا الشهر الذي يأتي بعد رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويبقينا حتى نصوم هذه الأيام من شوال فعن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال يعني ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر الحديث رواه مسلم صيام هذه الأيام الستة من شوال ليس له وقت محدد بل يستطيع المسلم أن يصوم هذه الأيام الستة في أي جزء من أجزاء الشهر في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر ويجوز كذلك للمسلم أن يصوم هذه الأيام الستة متتابعة مع بعضها البعض أو متفرقة يصوم يوم يصوم يومين ثم يفتر ثم يصوم بعد ذلك حتى يجمع له ستة أيام يعني يمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة لكن قال العلماء الأفضل للمسلمي أن يبادر وأن يسارع إلى صيام هذه الأيام الستة عقب عيد الفطر مباشرة اليوم الثاني من العيد اليوم الثاني من عيد الفطر وأن تكون هذه الأيام متتابعة يصوم ستة أيام مرة واحدة لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتباعه ستة يقول معنى كلمة أتباعه المعنى القريب لهذا الكلام هو أن يكون مباشرة بعد رمضان وتكون الأيام متتابعة فقال العلماء كما أن من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة في الطاعات التي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله وهو أيضا من الحزم الذي هو كمال العبد أن كل إنسان يعني يأخذ الأمور بجدية وبحزم فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت لا يدري الإنسان ما يعرض له من الشواغل من الأمور التي ممكن تعيقه وتمنعه من صيام هذه الأيام فقد يحول بينه وبين الصيام العمل قد يحول بينه وبين الصيام المرض اللهم شفينا وشفي مرضانا ومرضى المسلمين وقد يحول بينه وبين الصيام هذه الأيام الموت اللهم أحسن ختامنا وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم آمين إذن فهذا في حالة ما إذا أخر الإنسان لذلك قال أهل العلم الأفضل إذن أن يصوم الإنسان المسلم الستة أيام إن شوال مباشرة بعد رمضان ويصومها متتابعة فالعبد بهذا يستكمل أجر صيام الدهر كله وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان يعدل ويساوي عشرة أشهر وهذه الأيام الستة تعدل شهرين ستة أيام ضرب عشرة ستون يوما يعني شهران وقد ثبت ذلك مفصلا في حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجة بإسناد صحيح أن رسول الله عليه وسلم قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة وقد قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لسيامي هذه الأيام السيتة من شهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لسيامي جميعا لسيامي جميعا لسيامي جميعا لسياميه قرر الله عليه وسلم قال اللہ سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لسيامي جميعا لسيامي جميعا لسيامي جميعا لسياميه هو أي文 وقوم بحل في يوم الضغوة Et lorsque le prophète, عليه الصلاة والسلام, il dit «Celui qui jeûne le mois du Ramadan, puis le fait suivre par six jours du mois de shawel, ces jours peuvent être jeûnés de façon consécutive ou non. Et ils peuvent être, ça veut dire, jeûnés soit au début du mois, soit au milieu du mois de shawel, soit à la fin du mois de shawel. Car le prophète, عليه الصلاة والسلام, n'a pas fait de précision. Mais les savants nous disent qu'il vaut mieux jeûner ces six jours de shawel juste après le mois du Ramadan, à partir du deuxième jour de la fête. Le deuxième jour. On commence les six jours de shawel et il vaut mieux les jeûner de façon consécutive. Et lorsque le prophète, عليه الصلاة والسلام, nous dit «C'est comme s'il avait jeûné toute l'année, cette récompense est propre au mois de shawel. » Donc jeûner six jours dans un autre mois que celui-ci n'apporte pas la même récompense. Et les savants expliquent cela en disant que le fait de jeûner le mois de Ramadan équivaut à dix mois, puisque la bonne action est multipliée par dix et que les six jours de shawel sont équivalents à deux mois. Six jours multipliés par dix font soixante jours, d'où donc les deux mois. Donc ce qui fait douze mois au total. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette à tous, incha'Allah ou ta'ala, de jeûner ces jours de shawel. «Mien, c'est comme s'il n'a, 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 c'est comme s'il n'a. تعالى أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة له سبحانه وتعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عشراء فقال يكفر السنة الماضية والحديث رواه مسلم طبعا هنا تكفر السيئات الذنوب الصغار كما شرحنا في دروس سابقة فإن الذنوب الكبائر تحتاج إلى توبة صادقة حتى يغفرها الله سبحانه وتعالى وخواه اما ان يكون ° عشر صربه الفدة والدول الذي يوم السيئات toutes sayه لأنهião من زل عرفة السيئات الهونية الظւهبية بناء عارفة سلون أبو قطار رضي الله عنه le prophète عليه الصلاة والسلام a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah il a répondu عليه الصلاة والسلام il expie les péchés de l'année précédente et de l'année future il dit عليه الصلاة والسلام il a été questionné sur le jeûne du jour de Ashura il a répondu عليه الصلاة والسلام il expie les péchés d'une année passée حدث rapporté par muslim أيها الإخوة والأخوات والصيام عرفة كما قلنا هي سنة لغير الحاج فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يعني اختلفوا في الرأي تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم يعني كانوا قد اختلفوا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقد كان في هذا اليوم يعني مع الحجاج عليه الصلاة والسلام فبعضهم قال هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرادت أن تعرف هذه الصحابية أم الفضل بنت الحارث وهي زوجة العباس ابن عبد المطالب رضي الله عنه عم النبي عليه السلام وهي كذلك أم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي المعروف وكذلك أم الفضل وغيرهما فإذا أم الفضل بنت الحارث أرسلت إليه بقدح لبا وهو واقف على بعيره صلى الله عليه وسلم بعرفة فشاربه فشاربه معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائم يوم عرفة والحديث رواه البخاري وغيرهما أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنه 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 من صيام النافلة أيها الإخوة والأخوات صوم يوم عاشراء وصوم يوم قبله وعاشراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الشهر الأول من الشهور القمرية فعن أبي غطفان ابن طريف المري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول حين صام رسول الله عنه يوم عشراء وأمر بسيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظبه اليهود والنصارى فقال رسول الله عنه فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم وأبو داود فمعنى ذلك أن النبي عليه السلام كان ينوي أن يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن صيام عشراء أربعة أنواع ممكن يصوم الإنسان هذا اليوم بأربعة صفات إما أن يصوم اليوم العاشر وحده أو يصوم مع التاسع يعني يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم أو يصوم مع الحادي عشر يعني يصوم العاشر عشراء واليوم الذي بعده الحادي عشر أو يصوم الثلاثة أيام مع بعض يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم وصوم الثلاثة يقول ابن القيم يكون فيه فائدة أيضا وَهِيَ الْحُسُولُ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ مِنَ الشَّهْرُ Donc troisièmement Le jeûne du jour de Ashura Il s'agit donc Ashura Il s'agit du dixième jour Du mois de Muharram En sachant que Muharram C'est le premier mois du calendrier lunaire Selon Abu Ghattafan Ibn Tarif al-Murri J'ai entendu Ibn Abbas Lorsque le prophète a jeûné Le jour de Ashura Et a ordonné qu'on le jeûne Ils ont dit C'est un jour de grande importance Chez les juifs et les chrétiens Et le prophète a dit Si je suis encore vivant l'année prochaine Inch'Allah nous jeûnerons également Le neuvième jour Et Ibn Abbas a dit Mais le prophète est décédé avant Rapporté par Mousseline et Abu Dawoud Ibn Al-Qayyim Rahmahullah Avait cité dans son livre Zad al-Ma'ad Qu'il existe Quatre façons de jeûner Le jour de Ashura Premièrement Jeûner Seul le jour de Ashura Le dixième jour Ou bien Deuxièmement Le jeûner Avec un jour avant Ça veut dire Le neuvième Et le dixième jour de Ashura Troisièmement Soit Avec un jour après Ça veut dire Qu'on jeûne Le jour de Ashura Et un jour après Et quatrième façon C'est de jeûner Les trois jours Ensemble Ça veut dire Le neuvième Le dixième Le onzième Jour de Ashura Et ici On peut obtenir le mérite De jeûner trois jours Par mois Donc le mérite Qui est connu Dans d'autres Hadiths du Prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mon Siyam Nafil Aïeha L'Eachwate L'Eachwate C'est de jeûner فالإنسان من شهري محرم أن يصومها فاليفعل ذلك فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Dans le quatrième jeûne, c'est le fait de jeûner une grande partie du mois de محرم Selon Abu Hurair, le prophète a dit Le meilleur des jeûnes après celui du mois de ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram Et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière nocturne حديث qu'apporte par muslim, Abu Dawood A, النساء خامساً, صيام أكثر شعبان وشعبان هو الشهر الذي قبل رمضان فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا صيام إلا شهر رمضان لم يكمل النبع السلام صيام شهر كاملاً إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه سيام في شعبان الحديث روح البخاري المسلم donc cinquièmement le jeûne durant le mois de شعبان et شعبان étant le mois qui précède celui de ramadan عائشة رضي الله عنها قالت كذلك من صيام النبع في شعبان يوم الثنين ويوم الخامس فعن عسامة بن زيد قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الثنين والخامس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تُعرض يوم الثنين والخامس الحديث روح ابو داود فقال إن شعبان parmi les jeûnes sur un régatoire il y a le jeûne du lundi et du jeudi السلام بن زيد رضي الله عنه a dit que l'on voyait d'Allah صلى الله عليه وسلم jeûner le lundi et le jeudi et lorsqu'il fut questionné sur cela il a répondu عليه الصلاة والسلام car les actes des serviteurs sont exposés les lundis et jeudi ça veut dire que nos actes sont exposés à Allah صلى الله عليه وسلم chaque lundi et chaque jeudi c'est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام donc préférait ces jours-là pour que ces actes soient exposés à Allah صلى الله عليه وسلم alors qu'il est en état de jeûne حديث rapporté par Abu Dawoud et selon Qatada رضي الله عنه le prophète عليه وسلم a été interrogé sur le jeûne du lundi et il a répondu عليه الصلاة والسلام c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation m'est parvenue ça veut dire qu'il montre aussi le mérite de jeûner le jour du lundi أيها الإخوة والأخوات أيام الثلاثة أن تكون ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر إذا سمتمنا شهر ثلاثة أيام فسم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وأربعة عشرة والخمسة عشرة الحديث روحة ترميذي والنساء donc aussi parmi le jeûne sérogatoire il y a le jeûne des treizièmes quatorzièmes et quinzièmes jours de chaque mois lunaire ce qu'on appelle les jours blancs الْأَيَامَ الْبَيْضِ سلاثة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما le prophète صلى الله عليه وسلم a dit jeûne trois jours de chaque mois car la bonne action est récompensée par dix cela est alors comparable au jeûne d'une année entière un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et il est préférable que ces trois jours soient le treizième le quatorzième et le quinzième jour du mois lunaire qui sont appelés donc comme j'ai expliqué les jours blancs car ce sont les jours où la lune est pleine sur le Abu Dharr le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ô Abu Dharr lorsque tu jeûnes trois jours de chaque mois alors jeûne le treizième le quatorzième et le quinzième jour hadith rapporté par ترميذي et النساء المترجم للقناة 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 في هذه الأشرة الأولى من ذي الحجة On voit donc que le Prophète عليه الصلاة والسلام جنة donc les neuf premiers jours car il dit dans un autre hadith pour montrer le mérite des bonnes actions pendant ces neuf premiers jours de ذلك الحجة il dit عليه الصلاة والسلام les jours dans lesquels les actes pieux sont les plus aimés auprès d'Allah sont ces jours en parlant des dix premiers jours de ذي الحجة le hadith rapporté par البukhari وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان فأجاب رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان لكن الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي عشر ذي الحجة donc شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a été questionné où on lui a posé cette question est-ce que les dix premiers jours de ذي الحجة sont les meilleurs ou bien est-ce que c'est les derniers jours de ramadan il a répondu رحمه الله les dix premiers jours du mois de ذي الحجة sont les meilleurs concernant la journée et quant aux derniers jours de ramadan c'est les nuits qui sont les meilleurs c'est les nuits qui sont les meilleurs فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصيام هذه الأيام التي ذكرناها إنه ولي ذلك والقادر عليه وننتقل وإياكم إلى فقرة الأسئلة وقد جاءني سؤال من أحد الإخوة عن زابور داود عليه السلام ما هو هذا الكتاب ولماذا أوحى الله عز وجل هذا الكتاب إلى داود عليه السلام وهل هو الكتاب الذي خص به الصابئون الصابئون طبعا زابور داود عليه السلام هو كتابه الذي أوحاه الله تعالى إليه كما قال العلماء وقد قال الله سبحانه وتعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زابورا وجاء في تفسير القرطبي رحمه الله أن الزابور بمعنى المزبور أو المكتوب المكتوب يعني هو الكتاب المكتوب وقال العلمة الطاهر بن عشور رحمه الله الزابور اسم لمجموع أقوال داود عليه السلام التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما ألهمه من دعوات ومناجات وهو المعروف اليوم بكتاب المزامير من كتب العهد القديم وقد ذكر أهل العلم أن زابور داود كان يشتمل على تحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائد ولا حدود جاء هذا في تفسير الطبري وقال القرطبي رحمه الله الزابور كتاب داود وكان مئة وخمسين صورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام وإنما هي حكم ومواعظ والزبر هي الكتابة انتهى كلامه رحمه الله أما لماذا خص الله عز وجل هذا الكتاب داود عليه السلام فهي حكمته سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار خلق داود واختار له هذا الكتاب فهي حكمته سبحانه وتعالى أما عن سؤال هل هذا الكتاب هو الذي خص به الصابئون فقد اختلف العلماء في هل هذا هو الكتاب الذي خص به الصابئون أم لا بعضهم يقولوا نعم بعضهم يقولوا لا لكن المسلم يؤمن بالكتب الساموية يعني بصفة عامة يؤمن بما أنزله الله عز وجل من كتب على رسله عليه السلام ويكتفي المسلم بما خصه الله عز وجل لهذه الأمة وخصه للنبيه عليه الصلاة والسلام يعني القرآن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتمعون أحسنه إنه وله ذلك والقادر علي إذا كنت أحسنه وتعالى كنت أحسنه وتعالى أحسنه وتعالى او سبيا donc en ce qui concerne le zabor de Dawood les savants nous disent que c'est le livre qu'Allah lui a révélé Allah dit dans le sens du verset et ton seigneur connaît le plus celui qui est dans les cieux et sur la terre et nous avons fait que certains des prophètes dépassaient les autres et à David nous avons donné le livre à Zabor et le mot Zabor fait référence à quelque chose d'écrit comme a expliqué Al-Tabari dans son tafsir Al-Tahir Ibn Ashour l'Yurudi a déclaré que Al-Zabor c'est le nom des paroles rassemblées de Dawood dont certaines sont des paroles qui lui ont été révélées et d'autres sont des paroles dont il a été inspiré des paroles de supplication et de conversation avec Allah c'est le livre qui est connu de nos jours selon le nom de livre des psaumes dans l'Ancien Testament fin de citation et les savants ont déclaré que le Zabor de Dawood contenait des paroles de louange et de glorification d'Allah il ne contenait aucune décision sur ce qui est égal ou interdit ça veut dire qu'on ne trouve pas de halal et de haram dans ce livre ni sur les parts d'héritage ou bien les châtiments ou bien les menaces d'Allah et Al-Qurto a dit que le Zabor et le livre de Dawood il contenait 105 chapitres dans lesquels il n'y avait aucune décision ou déclaration sur ce qui est légal ou ce qui est interdit pourquoi Allah a révélé ce livre à Dawood c'est parce que Allah il décide de ce qu'il veut dans le sens du verset Allah il crée ce qu'il veut et il choisit donc il a créé le prophète Dawood et il lui a choisi de lui révéler ce livre de Az-Zabor est-ce que ce Zabor était destiné aux Sabea il y a une divergence certains disent que oui d'autres disent que non mais en tous les cas le musulman doit croire en ces livres qui ont été révélés au prophète d'une manière générale bien sûr en se contentant de ce qui nous a été donné et révélé à notre communauté la communauté de notre prophète c'est-à-dire Al-Qur'an Al-Azim le Saint Coran nous nous demandons qu'il y a 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 t'essamie l'Azim 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 Allahumma tequabbel minna assiyama wal'qiyam Allahumma tequabbel minna assiyama wal'qiyam Allahumma ameen Allahumma ameen Allahumma ameen